أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر حرص ودعم السلطة المحلية لقطاع التربية والتعليم بحسب الإمكانيات المتاحة وتقديم التسهيلات الممكنة لاستمرار العملية التعليمية واستقرارها وتدليل الصعوبات والعوائق التي تواجهها وثمن محافظ المهرة خلال ترأسه اجتماعا لقيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفروعه بالمديريات بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالمنيمر ومدير مكتب التربية سمير هراش ثمن جهود المعلمين والمعلمات وكافة المعلمين في الحقل التربوي المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد كما نقش الاجتماع الموازنات التشغيلية لمكتب الإدارة العامة ومكاتب المديريات والصعوبات والعوائق التي تواجه العملية التعليمية وسبل معالجتها واستعرض المحافظ جهود السلطة المحلية والإجراءات وتدابير المتخذة في سبيل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة